هل مات اتفاق ستوكولم بين شرعية اليمنية وميليشيا الحوثي بشأن الحديدة؟ يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو بوتيريس ليس بعد لكنه في العناية المركزة وفي وضع حرج يردف الأمين العام بلغة بعيدة عن الواقع قائلاً إن المسار لم ينقطع وعملية الرصد لا تزال قائمة وهناك وقف لإطلاق النار يتم احترامه إلى حد ما رغم بعض الصعوبات في المقابل أبدى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنمها الفريق أبهيجيت جوها قلقه العميق إذا أغارة جوية وقعت شمال مدينة الحديدة مؤكداً في بيان حول الحادثة بأن أي هجوم جوي يقوض روح اتفاق الحديدة ويعرض تنفيذه للخطر تصريحات الأمم المتحدة تأتي بعد أيام من إعلان الحكومة اليمنية اللاجدوى من إبقاء اتفاق ستوك هولم الذي استغلته ميليشيا الحوثين في تصعيد هجماتها في نهم ومأرب والجوف بعد أن آمنت جانب الحديدة الواضح أن الأمم المتحدة تحاول إبقاء جهودها في مسار الأزمة اليمنية العالقة والمعقدة وأنها لا تريد الخروج تحت ضغط عدم الإنجاز في قضية تداخلت فيها الحرب مع الأطماع والمصالح الدولية ليبقى اليمنيون وحدهم الخاسر الأكبر حالياً ومستقبلاً